إذن هي الحرب هكذا أرادها بوتين وباشر بها معلناً هجوماً برياً وجوياً على أوكرانيا من عدة محاور العالم الذي يظهر بهيئة المذهول من الصدمة كان متوقعاً هذا الهجوم متهيئاً لتفاصيله في كواليس المباحثات فلم يجد لأوكرانيا غير الدعاء لها بالنصر كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي أحسن الأحوال التنديد بالاجتياح الروسي والتهديد بفرض عقوبات على موسكو كما قال الاتحاد الأوروبي أما على الأرض فتشير الوقائع أن الجيش الروسي تقدم قادماً أراضي أوكرانية وتحت ظل آلتي العسكرية يتابع الانفصاليون الأوكرانيون زحفهم بينما المدن الأوكرانية على أهبة الاستعداد متوقعة سيناريو أسوأ الحكومة الأوكرانية فرضت الأحكام العرفية وأعلنت أنها ستواجه الجيش الروسي دون أن تنكس الراية بسهولة ولو دفعت ثمناً باهضاً عداد الموتى بدأ يحصي الأوكرانيين عشرات القتلى والجرحى وهجرة جماعية من المدن الحدودية مع شبه جزيرة القرم وبيلاروسيا وبدأت ملامح الأزمة الإنسانية تطفو على السطف في الحسابات الروسية هذا الهجوم لن يتوقف دون تحقيق هدفه الرئيس وربما توقيع اتفاقية تقضي بالتنازل النهائي عن شبه جزيرة القرم والاعتراف باستقلال المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في الواقع العسكري ونظراً لميزان القوى بين الطرفين يمكن لبوتين تحقيق ما أراده في حال بقي أصدقاء أوكرانيا وحلفاؤها آخذين وضعية المتفرج والمندد في أحسن تقدير الأزمة الأوكرانية بحسب مراقبين ليست نهاية الصراع في الشرق الأوروبي بل هي البداية لنزاعات شديدة لن يقتصر تأثيرها على الإقليم فقط بل ستتعداها إلى بقية العالم بأحلافه المختلفة